لا أتصور ذلك لا أعتقد أن الولايات المتحدة لديها استراتيجية واضحة هي لديها سياسات واضحة أقل من ما تحت الاستراتيجية وهذه السياسات أولا هي تنحصر في محاربة داعش ثانيا ممارسة أكبر ضغط ممكن على إيران لكن ليس على إيران وحدها لكن على فلسطينيين أيضا ثالثا هي تتعامل مع كل حالة على حدة بمعنى العراق تتعامل معه بسياسة مستقلة عن سياساتها في سوريا كل هذه الصراعات بس هو غريب غريب هذا الموقف طبعا غريب لأنه يعني هذه إدارة ترامب يعني كل شيء تفعله إدارة ترامب في المنطقة كان غريبا منذ اليوم الأول يعني في العراق المسألة تختلف تماما في سوريا تختلف تماما في سوريا هناك صراع في الإدارة الأمريكية واضح للغاية فيما يخص تركيا بمعنى أن هناك معسكريني معسكر يقوده المسؤولون في وزارة الخارجية بقيادة جيمس جيفري يعتقد أن هناك فرصة سانحة في معركة إدلب وحلب لسحب تركيا مرة أخرى للمعسكر الغربي وإحداث شقاق مع الرئيس لادمير بوتين لكن هناك معسكر آخر في البيت الأبيض يمثله مستشار الرئيس للأمن القومي روبرت أوبراين الذي يرى أن تركيا ذهبت بعيدا في الشراكة مع روسيا وهو لا يهتم أصلا يعني هناك منطق عزالي في التعاون مع تركيا وخصوصا في ملف سوريا لكن على الجانب الآخر من الفرات تجد أن هناك سياسة مختلفة تجد أن الولايات المتحدة تحافظ على بقائها في المناطق النفطية ومنابع الماء والمناطق الخصبة وحريصة على أن يكون لها دور في أي تسوية سياسية في المستقبل وطبعا حريصة على أن لا يعود مرة أخرى داعش وأيضا حريصة وهذه نقطة مهمة لأن المناطق المحررة من داعش أن تمسك الأرض فيها قوات صديقة وهناك تقسيم من الولايات المتحدة بين الأكراد في جزء والأتراك في جزء آخر بحيث تمنع عودة داعش لكن الولايات المتحدة ليست مستعدة أن تفعل هذا الواجب بنفسها وليست مستعدة أن تنفق لإعادة إعمار هذه المناطق بنفسها هي لجأت إلى حلفاء في الخليج وبالتالي إذا عملنا ريفيو لكامل السياسة الأمريكية خصوصا في منطقة الشام والعراق سنجد أنها منقسمة تماما تخضع لصراعات داخلية في الإدارة الأمريكية وليس هناك أي استراتيجي واضحة